اشتركوا في القناة ونحن في البداية منذ اطلاق برنامج الابطال احنا طبعا وراء نجومنا وابطالنا جوه النادي الاهلي يعني عدد كبير من الالعاب بقطعاتهم الكبير والزغير والناشئين والناشئات وبنتبعهم وكان يمكن اكبر شاهد على كده هو الموسم الماضي اغلب المباريات زعناها على شاشة قناة النادي الاهلي وكنا مع ابطالنا في كل مكان ولكن ايضا هناك عهدا اخدنا على انفسنا كلنا ان احنا نساند اكيد منتخاباتنا الوطنية حتى لو الالعاب دي مش جوه النادي الاهلي او ما بتمرس على مستوى البطولة جوه النادي الاهلي ولكن تمثيلك مع منتخب مصر فوزك بمدالية اقلومبية فوزك بمدالية افريقية فوزك في البحر الابط المتوسط باسم مصر اكيد دي حاجة تهمنا جدا ودي رسالة يعني من رسائل النادي الاهلي واكيد قناة النادي الاهلي جزء يعني لا يتجزأ من النادي الاهلي النهاردة الجهود والحقيقة من الالعاب البروميسين جدا او الواعدة انها ان شاء الله تحقق لنا ميدالية باذن الله اولمبية باذن الله اكثر خلينا احكي لكم القصة سريعا يعني من حوالي ثلاث سنوات في انتخابات الاتحادات ظهر على الساحة والقصة ابتدت من هنا شاب عنده اتنين واربعين سنة كابتن مرزوء عليه طبعا رئيس الاتحاد يعني تقدم للانتخابات وفاز وترقص الاتحاد كواحد من اصغر الرؤساء الاتحادات اللي تولوا المسئولية جوة الجهود وغير الجهود فكنا الحقيقة احنا اسعد ناس وتوسمنا خيرا كثيرا في كابتن مرزوء اول حاجة عملها نبز الخلافات رمى الانتخابات كلها من وراء ظهره جمع كل قصة الجهود مرة اخرى عشان يبتدي رحلة جديدة بحيث نرجع الجهود مرة اخرى على الخريطة المصرية في الالعاب اللي بتبقى داعمة لموقفنا او لرحلتنا الالومبية بداية هذه الخطوات استقدم مدير فني اجنبي استقدم او اتعاقد او اتفق مع كابتن محمد رشوان نجمنا الالومبي الكبير واللي غاب عن الساحة فترة طويلة اتفق مع انه يكون مشف على المنتخبات بلقاته الكبيرة مع اليابان مع الدول الكبرى في هذه اللعبة وجمع كل قصة الجهود ومعاه مرة اخرى وبدأ رحلة من الكفاح لمدة ثلاث سنوات كل لات بنتائج جيدة الفترة اللي فاتت يمكن اول او اخر هذه النتائج هي حصلنا على بطولة افريقيا في الترتيب العام طبعا بعدد 8 مديريات وهو رقم كبير منهم 3 دهب فطبعا ده حطنا على قمة الترتيب الافريقي ودي ما جاتش من فراغ جات بجيل يعني او فريق من الاعمار السنية الاثنين كبار وصغار بمعنى يعني انت عندك لعبة لعبة مع الكبير ولعبة ايضا مع الشباب بطولاتها طب على مستوى الشباب والشابات والناشئين والناشئات بالمناسبة بطولة افريقيا للكبار كانت في المغرب في سبتمبر الماضي من 7 والتسعة جات تاني بطولة الناشئين والناشئات قابليها كانت في شهر 7 اللي فات برضو كانت في مدغشكر وفزنا فيها في الاثنين في الناشئين والناشئات خدنا في الناشئين والناشئات 15 مديريا وفي الشباب والشابات خدنا ايضا 15 مديريا احنا بفضل الله تربعنا على عرش القارة الافريقية كبار وشباب وناشئين وناشئات كل كل الأعمار السنية بالترتيب العام الجهود من الألعاب الأكيوميليتد يعني أنت بتتراكومي عشان تتأهل اللومبيات مش من بطولة وخلاص لا أنت بتراكومي تراكومي تراكومي لغاية ما تجيب نقطة معينة تأهلك لباريس عشرين أربعة عشرين لكن البطولات أو المحطات اللي جاية لهذا الاتحاد أو للمنتخب عندنا بطولة العالم القادمة اللي هتبقى في البرتغال في أكتوبر الحالي هتبقى حوالي مثلا أربعة من أربعة لسبعة أكتوبر وكمان عايز أقول أنه ده بطولة العالم للشباب والشابات مهم جدا جدا فوزنا فيها لأن ده الجيل اللي بيشغل عليه كابتن مرزوء أو الاتحاد الجودو. عندنا برضو في بطولة أفريقيا مصر هتنظم بطولة أفريقيا المؤهلة أو آخر بطولة مؤهلة لأولمبياد هتبقى في شهر أربعة لجاء وشهر إبريل القادم بإذن الله. طيب احنا بعد الفصل إن شاء الله يكون معنا رئيس الاتحاد بنفسه كابتن مرزوء علي وهنتكلم عن الرحلة دي بالتفصيل وعن خطته في القادم ونسبة نجاحه أو رضاها عن نفسه أو رضاها عن أداء الاتحاد أو أداء لعبة الجودو حتى الآن. وهيكون معنا اتنين مدربين كبار في المنتخب الحقيقة ولهم دور كبير. هيكون معنا كابتن محمد علي وكابتن حاتم عبدالآخر. هنتكلم عن الجودو بشكل عام. وهنعرف تفاصيل الفترة القادمة حتى نوصل إن شاء الله لبريس عشرين وعشرين. وأكيد بيتمنى لهم كل التوفيق في تحقيق ميداليا أولمبية جديدة. هنقابل بيوفنا ولكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وفي البداية أكيد برحب بضيفي الكابتن مرزوء علي رئيس الاتحاد الواصل الجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي. أهلا بيك كابتن مرزوء. زحدك كابتن هيسم وأنا بجد عايز أذكر حضرتك جدا 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 على الدعم اللي حراك بقى لك سنتين بتدعمنا من ساعة ما بدأنا للمشروع بتاعنا والخطة بتاعتنا بشكو حراك جدا على الدعم والمساندة اللي بنحنا بنلاقي منك ومن قناة النادي الأهلي المحترمين. حقيقة كابتن ده يعني واجبنا تجاهكم وخلينا أقول إنه إنتو الأبطال إنتو اللي شغالين. اتحاد شغال اتحاد محترم. اتحاد عايز يوصل لحاجة ومديلية أولمبية. لازم كلنا نسانده لأن ده أكبر هدف بالنزمان وهو اسم مصر يكون في المقدمة زي ما حددتك شغال عليه وأكيد إحنا برضو ده حاجة تساعدك. ابتمرزو هبتدي القصة من البداية ما حددتك من ثلاث سنين شوية يعني اللي حاجة بسيطة كان فيه انتخابات الاتحادات. تولد مشروع عند حددك فكرت تنزل رئيس الاتحاد ووفقت. بعد ما وفقت حطيت خطة للاتحاد كلمني عن أول خطوة عملتها بعد ما توليت المسئولية كأحد أصغر رؤساء الاتحادات اللي جم مش بس افتحاد الجهود. لا في كل الاتحادات ب42 سنة تقريبا. أول اجتماع وأول خطوة خدتها فكرت إزاي هتعمل إيه مع الجهود الفترة اللي جاي. حركنا الموضوع قبل كده بشوية. من قبل ما فكر أنه ننزل الانتخابات أصلا أنا كان لازم عشان أفكر أنه ننزل رئيس الاتحاد. لازم يكون عندي رؤية ولازم يكون حطت مشروع وعمل خطة أنه نازل عمليه مش أنه بعد ما نجح رئيس الاتحاد. أبتدأ فكر أنه هشتغل إزاي. لازم يكون عندي بلان في البداية وخطة ودارس وحاطة أهداف. لأن بدون وضع أهداف حقيقية سهلة التحقيق يبقى أنا مش هينفع عنزل الانتخابات أصلا فكان عندي خطة من البداية أنا كنت عارف المشاكل. يعني أنا كنت في الاتحاد في الدورة اللي قابليها متواجد في الاتحاد. فأنا عارف المشاكل اللي موجودة. وكنت متنبئ باللي هيحصل. إن إحنا عندنا فجوة كبيرة جدا هتحصل. إن إحنا عندنا أبطال شغالين بقى لهم فترة كبيرة جدا. والناس دي خلاص أنهكوا وعملوا اللي عليهم. يعني كل الأبطال اللي هما بطلوا في الفترة اللي بعده أولمبياد توكيو. الناس دي جابت لمصر مديليات واشتغلوا. بس هما خلاص هما وصلوا مرحلة دي. وصلت الحياة الرياضة. أنت بتوصل لمرحلة أهم حاجة تعرف التوقيت. إم تتبطل عشان تخرج بشكل يليه. فالخمس أبطال اللي كانوا متوجدين عندنا. هما خلاص بعد توكيو بطلوا. فإحنا كان حصل عندنا فجوة كبيرة جدا. إحنا ما كناش مستعدين لها. ما كناش بنبني أجيال من الصغيرين. ما كانش عندنا خطة إن إحنا نشتغلها من بدري. فهو ده كان الهدف عندنا أول حاجة إن إحنا نأسس البيت بتاعنا من أول وجديد. لإن إحنا إحنا لنا تاريخ كبير في الجودو من زمان. فإحنا كان لازم عشان نرجع تاني. إحنا بنعمل إعادة إعادة لوضعنا الطبيعي. مش إن إحنا أنا مش ببني حاجة من الأول وجديد. لا أنا عندي تاريخ موجود. فأنا بعمل بس إعادة للطريق الصحيح. فأنا ببني منظومة من أول وجديد عشان ترجع لوضعها الطبيعي. فإحنا كنا لازم نحط خطة ونشتغل بالورق والألم. أنا في شغلي الخاص. أنا بشتغل ورق والألم. لازم أكون حاطة أهداف وحاطة خطة واستراتيجية. وبعارف أن أنا عايز أوصل فيه. لكن أي حد بيشتغل كده من غير خطة وهدف. مش هيوصل لحاجة يفضل. ممكن أن تبقى ماشي في الطريق الغلط يعني. فأنت لازم تحط ستيبس وتوصل للنق الخطوة الأولانية تبتدي تاني على الخطوة التانية. لكن أنا لو حطيت أن أنا عايز أوصل أول. أن أنا هدفي من أول ما جي. وأنا ما عنديش رؤية ولا عندي حاجة. أنا عايز أجيب مديلية أولمبية بعد سنتيني. أنا كده مش يبقى. لكن إحنا عندنا خطة من البداية. إحنا شكلنا لجان الاتحاد. حطينا إدينا لكل عضو مجلس إدارة. هل استحدثت لجان جديدة؟ ولا نفس اللجان اللي كان معمول بها قبل كده. لا. هي اللجان ما كانتش مفعالة أصلا. إحنا فعلنا دور اللجان. يعني كل اللجنة الفنية لها رئيس لجنة مشرف عليها عضو مجلس إدارة من الاتحاد. مشرف. لكن رئيس اللجنة هو ليه الصلاحية الكاملة أنه هو يطور ويعرض علينا. وإحنا ما بنتدخلش. بنتدخل. يعني أنا دلوقتي رئيس اللجنة الفنية بيعرض علي الخطة بتاعته وطريقة العمل. أنا بنأشه. لكن في الآخر طالما أن اللجان كلها اجتمعت. واتفقوا أنه هو دي خطة العمل. خلاص. إحنا بنوافق عليه. إحنا دورنا. إحنا بنشرف بس على اللجان عشان نعرف نحاسب. إحنا في الآخر. إحنا لازم ندي فرصة. ولازم ندي مدة زمنية. بعد كده في نهاية الموسم نقيم. هل الخطة اللي توضعت دي. جابت نتاجها ولا لا. فإحنا شكلنا اللجان كلها في الاتحاد. ببقى فيه كل عضو مجلس درم مشرف على اللجنة. طبعا اشتغلنا عمالنا. أنا عندي مقولة مهمة جدا. ودي لو اتطبقت هتفيدي الرياضة المصرية. قوة أي اتحاد من قوة الموسم المحلي بتاعه. أنا كل ما الموسم المحلي بتاعي بيبقى قوي. وعندي مسابقة منتظمة. خلاص. الرياضة هتبقى في حتة تاني. لازم بقى عندي موسم محلي قوي جدا. لأنه هو ده اللي بيفرز لي في الآخر. أنا مش روح أجيب حد من بره. أنا عندي الموسم المحلي بتاعي جدول بطولات منتظم. البطولات تقام في معادها. ما فيش تأجيلات. ما فيش الغاء بطولات. لا احنا اشتغلنا من أول يوم. إن احنا نحط الجدول ونمشي عليه مهما الظروف حصلت. أنا عايز الموسم المحلي بتاعي بقى قوي. لعبنا عدد بطولات كبيرة جدا من أول سنة ثمان سنين لغاية الدرجة الأولى. أفرز عندنا في أول سنة عندنا نتائج وعندنا نتائج فعلية. أنا عندي دلوقتي معروف مين أول ومين تاني ومين ثالث جمهورية. أعرف أختار بينهم. فبتدأ خش المنتخب يعني أول مرحلة عندها بطولة الجمهورية. إحنا حطين معايير. حدراك لو تكسب بطولة جمهورية تدخل المنتخب حدراك لو روحت بطولة أفريقيا جبت أول أفريقيا تلعب بطولة العالم. ده التدرج اللي احنا عاملينه. فبتدينا نعمل موسم محلي قوي جدا. أفرز لنا عناصر كويسة جدا. خامات لسه لازم نشتغل عليها لأنه لسه ملعبوش دولي. فبتدينا نشتغل عليها. وكوننا المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب. طلعنا بطولة أفريقيا في كينيا. السنة اللي فاتت. جبنا أول فردي وفرق شباب وناشئين. ابتدينا دي اعتبرناها خطوة. اشتغلنا عليها وكملنا وبنين عليها. وطلعنا بعد كده بطولة أفريقيا السنة دي. شباب وناشئين في متغشكر. حصلنا برضو على أول ترتيب عام شباب وناشئين. أهمناشي الفريق الكبير. عندنا أبطال بطالين أو ثلاثة أو أربعة من الناس الفريق الكبير. هما لسه مكملين معنا. البطل عبد الموجود وأحمد علي وعلي حازم وعبد الرحمن عبد الغاني وعبد الرحمن محمد علي. ابتدينا نزق الشباب اللي هما اللي طالعين المميزين ندمجهم مع الفريق الكبير اللي موجودين. عشان يبقى عندنا تيم قوام تيم كبير نشتغل بيه برضو يساعد معنا خبرة مع الشباب والناشئين اللي طالعين. الحمد لله السنة دي روحنا بطولة أفريقيا كبار في المغرب. عملنا ثلاث مدليات دهب وخدنا أول ترتيب عام. فإحنا السنة دي الحمد لله الأول مرة تقريبا في التاريخ برضو على حد ما أنا شفت إن إحنا ناخد أول ترتيب عام شباب وناشئين وكبار. يناخد السلاسية إن إحنا في القرى الأفريقية ناخد جميع المراحل عمرية أخدنا ترتيب عام أول. فدي خطوة أولى بالنسبة لي. مش هو ده الحلم. أنا حلمي زي ما حداك قلت في البداية الحلم ده الأولمبية هو ده اللي إحنا شغالين عليه. بس أنا عشان أروحي للمدالة الأولمبية لازم أمشي بالتدارب. لازم أبني. لازم أبني. حضرتك مرحلة الأساس في أي حاجة. في مرحلة الأساس دي أهم حاجة. لو أنا بابني حاجة أنا بعمل الأساس كويس جدا عشان بعد كده البونة سهل. يعني أنا لو طلعت خلاص فوق بعد كده البونة سهل. أنا بقى عندي قاعدة كبيرة وخلاص بقى فيه سيستم وبقى فيه عجلة دايرة. إحنا مش بنخترع العجلة. العجلة مخترعة من زمان. طري النجاح واضح. بس نشتغل عليه. نشتغل عليه بالخطوات الصح. فإحنا بالنسبة لنا إحنا عملنا أساس قوي جدا. أنا لو أنا مش موجود الدورة الجاية اللي يجي بعدي ما يخترعش. هو يجي يشوف اللي كان معمول. بس نحطت الأساس. خلاص الأساس موجود. الموسم المحلي شغال. جميع المراحل العمرية شغالة بتطلع لي أبطال. الأبطال دول يطلعوا يخشوا في المنتخب. المنتخب دي بيستلم خامة. بيبتدي يشكل الخامة. الخامة دي بتشتغل عليها صح. بتوصلك لنتيجة حتمية. طب. كانت برضو فيه حاجة أنت عملتها برضو أول ما جيت. الاتحاد. دائما بيبقى جو الانتخابات مشحون. طبعا. بيبقى منافسات. بيبقى فيه استقطاب طبعا لقسة الجودو بشكل أو بآخر. فيه حد بيبقى شايف اللي ده أصلح فبيقى في جنبه. بعد الانتخابات بيبقى الجو لسه شايلة. طبعا. بس حدك عملت حاجة جميلة جدا. يعني قفلت صفحة الانتخابات. جمعت قسة الجودو. طبعا. كلها حواليك. كان أكبر دليل طبعا كابتر أشوان. يعني هذا الرجل العظيم. طبعا. العظيم. طبعا. أنا أقول عليه عظيم مش بس في الجودو. طبعا. فطلنا الأولمبي الكبير. صاحب أعلى أخلاق. طبعا. يعني 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 رياضية شفناها. طبعا. استعنت بيه كمشف على المنتخبات وما تأخرش خالص. محدك ما قلتش لا أنا لسه شاب زغر. أنا حاجة ببداية الأربعينات. لا أنا مش عايز حد يظهر. لميت كل قسة الجودو. ويمكن ده اللي خلاك يعني تستغل وتفجر الطاقات اللي موجودة جوه قسة الجودو. كتدير رؤيتك. ولا اللي شفته قبل كده. هو اللي غير فكرتك. يعني جات لك من إيه الفكرة دي. حرك فيه برضو أنا شغال في طول حياتي بمقولة إن قوي بيجيب كل اللي حوالي أقوية. هو الضعيف بس اللي بيبعد كل الناس اللي أقوية بيخاف. لكن أنا لو أنا وثق في نفسي. وإن أنا عارف هدفي. وإن أنا عارف أنا طريقي. أنا عايز أروح فين. فبيجيب كل اللي حواليك أقوية. حركة لما بيجيب كل اللي حواليك أقوية. أنت بتبقى قوي. أنا دلوقتي لما بسافر مع كابتر رشوان أو كابتر رشوان بيكون موجود معي في أي سفرية أو بنكون هنا راحين في مقابلة أو في نوناقشة خطة. هو الناس بتكبرني وبتكبر كابتر رشوان ما بيتقللش مني خالص. كابتر رشوان رجل المشرف العام على المنتخبات القومية. الرجل ده أسطورة كبيرة جدا. العالم كله بيحترمه. الرجل ده كان مهمش في الاتحاد السابق عشان خاطر حاجات معينة. وهو كان رافض تماما أنه هو يشتغل في الاتحاد. فلما جينا عرضنا عليه الفكرة. الرجل ما تأخرش وعرف أنه احنا بنشتغل للمصلحة العامة. فالرجل من ساعة ما تولينا المسؤولية هو أي نجاح بيحصل هو مشارك فيه بنسبة كبيرة جدا. أنا عايز أقول نقطة. النجاح اللي حصل ده مش فرد. عشان محصورش الموضوع فيه. لا أنا فرد أنا بدير الموضوع وبنحط خطط واستراتيجات وبتابع. كابتن معلش الصورة دي يعني الصور دي يعني كابتن رشوان هنا واقف في النصة. طبعا. ودي بتهيق لي كل يعني وزير شابور رياضة سفير اليابان. والسفير الياباني. طبعا. سفير الياباني لو المرة يلبس بدلي ديود وانطلعه على المساطين. ده السفير الياباني طبعا. دكتور كامل درويش طبعا. ويعني حضرتك عمل تجاوه وحالا. دي وفد جامعة تنري ووفد الجايكا. كانوا عندنا زيارة في مصر لان احنا ماضيين اتفاقية مع جامعة تنري. جامعة تنري من اهم الجامعات الموجودة في اليابان. احنا ماضيين بروتوكول معهم تعاون احنا بنبعث المنتخبات بتاعتنا تتمرن في الجامعة. وهم لأول مرة هيبعثوا الطلب المميزين في الجامعة. حراك عارف اليابان هي جامعات مش أندية. صحيح. فالجامعة تنري من اهم الجامعات. فهي احنا عملنا اتفاقية معهم. ان هم يبعثونا الطلب المميزين. اربع مرات في السنة يجوا يتمرنوا مع المنتخبات بتاعتنا هنا. التكلفة وكل حاجة. الجايكا هي اللي متحملة كل التكلفة بتاعتهم. هنبدأ تقريبا من. هيبتدي الاتفاقيات وفاعل من شهر 11. جاينا فيه مدرب متطوع هيشتغل مع الناس اللي هم البراعم اللي هم من 12 سنة و13 سنة. يبقى موجود الراجل ده جاي متطوع من الجايكا برضو هم المتكفلين بتمام مرتبه وسكنه وإقامته وكل حاجة. هيجي يشتغل. هنبتدي المرحلة اللي احنا شغالي لها. مرحلة البناء يكون معنا عنصر من اليابان يبتدي يرب النشأ برضو على الأخلاق وعلى التربية. لين انت حارك عارف ان لعبتنا ايما أساسا على الأخلاق واحترام المنافس. نزال بتحيز الخصم. يعني هي مبنية على الأخلاق. بس أنا عايزة أتوقف عند محطة مهمة. طبعا بعد ما ضمت العيلة كلها والأسرة بدأت تحرك خارجيا. مصر جزء من منظومة كبيرة في العالم وانت لو عايز تبقى متقدم في الجهود ومش عايب أبدا تلجأ للدولة الأولى في هذه اللعبة لها اليابان. تحركت حددك وكابتر رشوان. ونحن كنا غطينا هذا الحدث ساعتها. وحصل مقابلة مع سفير اليابان هنا في مصر. وبعده حصل زيارة لليابان تقريبا حددك وكابتر رشوان. وبدأت هنا تتوالى البروتوكولات. تكلمني على رحلتك مع الاستعانة بالجانب الياباني في هذا المجال خاصة أن هم ما بيتأخروش أو بيحاولوا. بس كان الموضوع محتاج أن أنت تسعى ورده. يعني تكلمني عن مشوار ده والاتجاه أو التحرك في هذا الاتجاه مع دولة اليابان. طبعا إحنا لما ابتدنا برضو نشتغل وابتدنا نستعين بالقامات الكبيرة اللي موجودة في مصر. لازم كان أول حاجة وجود كابتر رشوان معنا فوجود كابتر رشوان معنا بعلاقاته في اليابان. والناس كانت عارفة أن إحنا اتحاد جديد وإحنا شغالين بفكره بخطة معروفة. فإحنا ابتدنا أن إحنا نتكلم مع السفارة اليابانية. وبتدنا قابلنا السفير. السفير قال لنا يعني يزلل لنا كل العقابات. هنا في مصر كان في السفارة اليابانية. طبعا. طبعا. كانت دي البداية. ابتدنا نخاطب الجامعات اللي موجودة في اليابان. خاطبنا جامعة التنري. إن إحنا نبتدي نفاق عايزين نعمل معهم بروتكولات. خاطبنا الكودوكان. الكودوكان ده بيت ومدرسة الجودو في العالم. دي ابتدنا نخاطبهم. مقررة في توكيو ولا فيه؟ في توكيو. الناس رحبوا جدا. ومضينا بروتكول مع الكودوكان. ومضينا بروتكول مع جامعة التنري. ابتدنا أن نبعث المنتخبات بتاعتنا قبل البطولات المهمة تعسكر في اليابان. دينا دفعة كبيرة جدا. الناس بيزللونا كل العقبات. العلاقة بيننا بقت علاقة محترمة. الناس بيسقوا فينا جدا. أنت حركة عارف اليابانيين لما بيسقوا حد. خلاص. يعني الموضوع ما فيهوش غزاريا. شغلوا وبيصدقوا اللي بيشتغلوا وبيقفوا يعني هو ده اللي إحنا الحمد لله علاقتنا. إحنا أي وقت بنطلب فيه معسكر في أي ممكن يطرفت أي بلد في العالم يجيبه. لكن إحنا أي وقت بنطلب فيه معسكر. الناس لما جم هنا الزيارة الأخيرة بتاعة جامعة تنري قالوا إحنا فيه التزام أدبي بيننا وبين المنتخب المصري أن إحنا ندعمكم وأن إحنا نفضل ماشيين شغالين معاكم في المشروع بتاعكم لغاية إن شاء الله ما نحقق الحلم بتاعنا وتحقيق ميداليا أولمبية. فالعلاقة بيننا وبين الجانب الياباني في أزهع أسورها وجود كابتر رشان طبعا مهم جدا معنا. وده زي ما قلت حداك القوي ما بيخافش وما بيقلقش أنه يبقى فيه أسد زيته وشخصيات قوية فنية ده في الأول والآخر بيصب في مصلحة البلد ودي حاجة يعني تسعدنا جدا جدا. طيب الحاجة اللي عايزة تنيل فيه أو المحور المهم وهو أفريقيا. طبعا إنت حداك لما عدت درست هي أفريقيا بوابتك. طبعا. للأولمبياد وده وضع طبيعي زي مكورة بوابتها أفريقيا. إحنا في القارة وبوابتنا أفريقيا. فحدك لما عدت حطيت شورت تيرمي بلان يعني خطة قصيرة المدى واللونج تيرمي بلان خطة طويلة المدى بحيث أن أنا دايما عندي عشر سنين جايين ما عنديش مشكلة خالصة. درست أفريقيا للوضع. شفت الفرق اللي بتنفسنا إيه وآخر بطولتين تلاتة بحكم اللي أنت جوة الاتحاد اللي يعني اللي فات أو اللي كان قابل حداك على طول. فكت شايف الرؤية الأفريقية. فنيا بقى شفت دا يتحقق إزاي هل قلت أبتدي بالكبار الأول وبعد كده الزهارين ولا أمشي بكل المراحل السنية. يعني بتديت نفستها على الأرض الواقع إزاي بحيث يبقى فيه استمرارية للأعمار السنية أفريقيا مع إيه بقى أنت لما بتبني بيبقى عندك مشكلة ما بيطلبش منك بطولة. وأنا بابني يا جماعة أنا بابني يسيبوني بكسبش. لأ النهار ده ما فيش الكلام ده. أنت عايز تبني وعيش تكسب. في عينك على أفريقيا ومنفسينك وعينك تكسب. حققت ده الكلام ده شعار حلوة وشعارات حلوة. طبعا طبعا. نفذ زيار الأرض الواقع. حركة إحنا كنا لازم نبني من تحت. لأن أنا مش هعرف أبدي من فوق. لأن إحنا لعبة صعبة جدا. لعبة الجود ولعبة صعبة جدا. فأنا عشان أبدأ كان هو قرار صعب جدا. أنا كنت ممكن أكمل بناس كبار في السن وهروح. وأنا ممكن أكون تكلم اللعيبة الكبار اللي هم قالوا إن إحنا هنبطل. نقول لهم تبكملوا سنة. ده الطريق الأسهل. وسهل جدا. والعبة أنا وكلهم صحابي من زمان فهيعملوا لي خاطر وهيكملوا معي. بس هو ده مش حل. ده أنا كده أنا بعمل مصلحة شخصية لي. ومسك. إن أنا روح البطولة الأفريقية أو البطولة الأفريقية كبار وروح ونفس العبة دي هتروح وتكسب. بس هو ده مش هيبقى الحل. برضو هيبقى نفس شغال. السنة اللي بعديها. طب أنا هعمل إيه في السنة اللي بعديها؟ طب هعمل إيه في السنة اللي بعديها؟ مسكن. فخلاص إحنا خدنا الريسك وخدنا المخاطرة. وإحنا عارفين إن الناس في أول سنة هتهجمنا إن إحنا ممكن نروح نخسر. بس إحنا اشتغلنا تاني وراء وقلم وبخطة إن إحنا بنشتغل للمصلحة العامة. هي الفكرة إن حضرتك أنت تشتغل للمصلحة العامة مش من المصلحة الشخصية. فهو الهدف الأساس اللي إحنا اشتغلنا فيه. أجماعة إحنا جايين نشتغل للمصلحة العامة. عايزين ننتخب مصر هو الأساس. إحنا عايزين نبني أجيال أنا مشيت بكرة. مشيت بكرة خلاص. اللي يجي بعد يبقى لايه عنده أساس يشتغل عليه. أنا دلوقتي يبقى عندي في كل ميزان تلاتة واربعة لعيبة. أي حد يكون موجود هيلاقي أساس يشتغل عليه. طبعا التلاتة واربعة لعيبة في الميزان. آه طبعا عمر سنية مختلفة. طبعا من أول. إحنا دلوقتي كمان إحنا عندنا حاجة. إحنا بنصفر كمان السن الأصغر من البطولة. يعني إحنا عندنا بطل زي عمر الراملي مثلا. عمر الراملي ما شاء الله دلوقتي واخد أول أفريقيا كبار وهو لسه شباب. هو تمسافر بطولة العلم شباب. ولسه ليه السنة جاي شباب واخد أول أفريقيا كبار. الله أبدا يوسر سامي. ده وزي 90 كيلو ما شاء الله. ده عندنا يوسر يعني صعب. طبعا عندنا يوسر سامي هو لسه عنده بطولة العلم شباب. هو واخد أول أفريقيا كبار للسنة التانية على التوالي. وهو لسه. والسنة الفات بطل أفريقيا كمان. والسنة دي بطل أفريقيا وهو لسه شباب عنده بطولة علم شباب في البرتغال بعد أسبوع. الله أبدا. الاتنين دول هم الغاية دلوقتي المؤهلين للأولمبيات. انت حرك مآهل. ما ده نتاج شغلنا. شغل المنظومة كلها. ان انت حضرتك الاتنين المؤهلين دلوقتي. واحد عنده 18 سنة واحد عنده 19 سنة. ولسه محمد عبد الموجود فضله 285 نقطة. وكمان هو مش واحد في الميزان. هو عندنا 60 كيلو يوسر سامي وعدل. الاتنين في الميزان. ممكن يتأهله. اللي عبو فاينل أفريقيا السنادي في المغرب. عندنا 66 كيلو أحمد عبد الموجود أول بحر ربيض وبطل أفريقيا السنادي. وكان لسه راجع من إصابة. خد أول أفريقيا السنادي. بس كان معه بطل تاني أحمد علي. هو الاتنين كانوا برعوه في نفس الميزان في بطولة أفريقيا. واحد خد أول واحد خد تالت. 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 تواحده 80 كيلو عندنا عبد الرحمن عبد الغاني وعبد الرحمن محمد علي. فضة وبرونز في نفس الميزان. 90 كيلو عندنا عمر الراملي وعلي حازم. عندنا 100 كيلو أحمد فياد خد برونز. في كل الموازين ده دول الكبار. احنا لسه عندنا اللي طالع من تحت موليد 2007 و2008 ناس ناس أقوية جدا. فإحنا بقى عندنا حجم المشاركين واللي بيمرسوا جد دلوقتي أعداد كبيرة جدا. جدا. إحنا دلوقتي بقى عندنا مشكلة أن الناس كلها بتحلم أن هي تدخل المنتخب وهتسافر إمتى من أول 15 سنة. يعني طموح الناس ما أحداك أنت ما بتلاقي منظومة نكحة أو منظومة شغالة. هو ده بيدي الأمل للناس. بص أنا عايز أقف على دي. بأمانة. أنت قلت كلمة يعني بأمانة أنا ما أقدرش يعني أعديها. لما المنظومة أو أنا كلاعب شفت المنظومة نكحة أو منظومة شغالة للمصلحة وعايز أتعمل حاجة. أوتوماتيك. الروح بتتغير والفكري بتغير. الأساس في كل ده الاتحاد. الاتحاد بيحط خطة وبيحسس الكل إن إحنا جايين نشتغل كل بياخد نفس الروح. هيا شوفت حديك بتقول لي أنت بتقول لي أعداد اللعيبة زادت. جداً. ليه؟ لأنه حس إن فيه عدل فيه شغل فيه تواجد فيه إن أنا عندي عندي أمل أنا ممكن للنهاردة لو اشتغلت اشتغلت ودوست على نفسي أوصل لبطوط أفريقيا. مسل مصر. فأنت النهاردة عملت منظومة أساسها إن إنت حطيت شعار. شعار إيه المصلحة العامة ومصلحة مصر. طبعا. فالنهاردة إنت عندك عدد كبير. بس أنا بقى عايز أروح لحاجة تاني. العدد ده بتحققه من خلال جمعيتك الأمومية. ولا أنا غلطان. إنت حدد جمعية الأمومية. الأول على جمعيتك الأمومية كم منها دي؟ المرة دي هتبقى حوالي حاجة وثلاثين تلاتة وثلاثين أربعة وثلاثين. زادت. آه. زادت. طيب. فاكر الجمعية الأمومية أي من انتخاباتك هكام؟ لا مش فاكر. مش فاكر يعني. طيب. بس إحنا برضو حطينا هدف إحنا الجمعية الأمومية برضو إحنا مش بنشتغل عليها إن هي انتخابات. أنا دلوقتي حضرتك عايز تبقى ليك صوت. عشان كده أنا بس على السؤال ده. حضرتك عايزي بقى ليك صوت في الانتخابات. حضرتك لازم تشارك فعلي. مش شرط إن أنت حضرتك إن أنت. لا مش بس كرشيت. لا 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 لا. دلوقتي حضرتك البولة بتخرج من البطولة ممضية من حوالي عشرة. عشرة. المدير الفني المدير التنفيذي مدير التخطيط مدير لجلة التحكيم فخلاص البولة بدم خرجت من البطولة خلاص ما فيش ما فيش مجال الاندية دي بقى معايا مش معايا أنا ما دي أنا المعيار بالنسبالي المشاركة التحقيق المدالية اللي أنت بيبقى عندك أبطال هو ده المعيار الأساسي بتاعي حلقة تيجي تقول لي عصان عشان خطر الانتخابات. ماشر. ماشر. المشاركة الانتخابات دي ما فيش حد عارف إيه اللي ممكن يحصل أنا ممكن أن نزل انتخابات المرة الجاية وممكن ربنا ما يوفقنيش. فخلاص أنا بشتغل لغاية آخر يوم إن أنا موجود في المكان المرة الجاية ما بقيتش موجود على اللي هييجي بعدي ودي سنة الحياة. يعني هو الموضوع أنا مش هادة راقد في الاتحاد 100 سنة أنا خلاص هو بالنسبة لي وقت معين وخلاص أنا أقول أنا مش هادة أنا نفسي أنا حطت هدف بالنسبة لي أنا داخل الانتخابات دي للاتحاد عشان أعمل حاجة معينة في الاتحاد وهيجي وقت خلاص أنا اللي هوقف ما هو أهم حاجة حالك تختار الوقت اللي أنت تخرج فيه هو ده أهم حاجة اختيار التوقيت اللي أنت تقول خلاص أنا أبطل تخرج وانت عامل إنجازات لكن أنا أفضل قاعد وأنا ما بعملش حاجة ومهم ما يكبر جمالة عمومية على حساب اللعبة والنقالية ولاء 15 عشرين نادي عندي الجمع وصار في النظر اللعبة راحت فين وجدت لين أنا عايز أقول لحضرتك أن كلامك ده يعني أنا سعي جدا إن أنا لقي رئيس الاتحاد شاب يقولي الكلام ده ورئيس الاتحاد يعني بيعلي مصلحة مصر واسمه مصر في رادة المصرية أنا يعني كليه وجهة نظر الحقيقة وأنت كده بتثبيت لي الحمد لله رب العالمين أن موجة نظر يكاد في محلها وكنت شايف ومتابع الاتحاد وهو شغال من الأول يوم أنا أقول لك حاجة أنا بعد ما تم إعلان الاتخابات بتاعة الاتحادات كلها أنا طبعا بحكم شغلي قعدت فر كده أشوف الاتحاد في الاتحاد طبعا في ناس بقالها ب16 سنة يعني في الاتحادات فجيت عند صورتك وروحت وقف أبص أقول يا ربي ده أكبر الصورة ده رئيس الاتحاد ولا عضو مجلس إدارة رئيس الاتحاد ناجي يعني طبعا زميلي طبعا في التحرير هو رئيس الاتحاد يا ابني آه رئيس الاتحاد ده صغير قوي طب ده جيس زي ده كم سابوي يكسب الزهر لا وانتخابات مش انتخابات طبيعية لو قص لانتخابات سابوي يكسب الزهر لا دي أصعب انتخابات عارب بلقى تقرى بقى وبعد كده قلت فالنهار ده اللي بيبقى جاي ودي رسالة برضو المهم من الشباب ياخد فرصتهم طبعا والحقيقة دي اتجاه الدولة طبعا اتجاه الدولة كله ويعني وكل القيادة في الدولة بتراحل احت الشباب هو ده الموضوع ان انت حضاك في دولة دلوقتي هو التوجه كله للشباب لو احنا في الدولة ما بتساعدش الشباب انا عمري ما اخد القرار ده لان اعرف النتيجة لكن هو التوجه سيادة الرئيس بيتكلم في اول يوم تولى فيه احنا توجهنا للشباب ادوا الفرصة للشباب هو ده اللي ادنا ثقة ان احنا ما هونا كنت توصل ازاي هو قرار هو الموضوع الناس كانت بتقول شبه مستحيل فانا بمشكلتي ان انا بحب التحدي وبحب المنافسة وبحب ان انا اخد الرزق ما فيش واحد بينجح غير لما لازم تخاطر لكن فكرة طبعا اذا انت لو فضلت تقول انا مش هقدر وده الانتخابات محصومة والانتخابات خلصانة طب احنا هن هنغير ازاي في لعبتنا فانتضيف لعبتنا ازاي هتطبق فكر ازاي لولا في دولة قوية واحنا داله الوزراتي احنا في دولة قوية جدا 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 يعني لازم هنتكلم عن اللي حصل في البطولة العربية في العالمين ده خلت الواحد راسه في السماء ان انت عندك دولة بتساعدك بالطريقة دي ان نطلع بالشكل ده الناس العرب مشوا من البطولة العربية منبهرين ومش مصدقين اللي بيحصل كم الدعم اللي لقناه وكم المسند تطلبني يا كابتن يعني يمكن كانت يعني مش مفاجئة ولكن كانت بالنسبة لنا يعني حاجة جديدة النهاردة توقيت البطولة كان في توقيت معين طبعا كنا على تواصل مع حاضرتك وتواصل مع المسؤولين في اللعبة وبعد كده قرفنا ان ان شاء الله البطولة تبقى في العالمين بمشاركة طبعا اشققنا العرب اللي جايين من كل طبعا الدول العربية يعني من وريننا كانوا في مصر ايه اللي حصل كذا بصات محطوط عشان يبقى المطسط كلها معمولة في نفس التوقيت كلمني عن الفترة دي والبطولة دي ونجاحها ازاي في مدينة العالمين حركة احنا الرياضة لازم تكون جزء من الدولة الرياضة مش منفصلة فانا السياحة في سياحة رياضية فانا لازم احنا كالتحادات احنا لازم نشتغل بالفكر ده انا لما جات لنا الفكرة ان الموضوع يروح العالمين وفي موسم العالمين موجود واحنا شايفين ان الموسم عامل ازاي والدعم كله في الدولة رايح للتسويق والترويج لمدينة العالمين احنا البطولة طيب وليه لأ ان احنا ما نبقاش جزء من الموضوع هناك احنا لما الفكرة اتعرضت الناس رحبوا جدا وابتدينا نشتغل عليها ان احنا ننقل البطولة انا بحكم ان انا نايب اول رئيس الاتحاد العربي اتكلمت مع الرئيس الاتحاد العربي الراجل ما تأخرش وقال لأ خلاص وليه لأ ونشتغل عليها ابتدت الفكرة وعرضنا الفكرة الدولة سندت جدا ووفرت لنا كل الدعم وقالت ان احنا معاكم في ظهركوا اعملوا وروحوا ابتدينا نشتغل روحنا من اول ما وصلنا الدعم غير محدود الدعم والمسندة غير طبيعية من اول ما الوفود ابتدت توصل الناس اول ما وصلوا المدينة انبهار مدينة سحر وجمال بجد عاصمة السياحة في العالم احنا كان الهدف عندنا ايه احنا مختارين الاعمار اللي هي 12 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة الـ 12 سنة دول هو ده الهدف منه ان هو مش جاي لوحده هو جاي معا والده وادته يعني هو جاي عيلا فهو حتى السنة الجاية هو لو ما جايش يلعب البطولة هو خلاص هو شاف المدينة حتى لو ما جايش هيرجع يتكلم عن المدينة وهيرجع السنة الجاية حتى لو ما جايش انا ما حكتلوش انا عايز اجيب ده تسويق للمدينة بطريق غير مباشر دي فكرة جات لي ممكن كانت تنجح او تفشل يعني كانت مخاطرة برضو من جملة المخاطرات والريسك اللي احنا لازم ناخده فاحنا اشتغلنا على الفكرة دي صراحة الدولة سندتنا طيب انتباع الاتحاد العربي يعني خلينا اتكلم عن الاتحاد العربي احداك نائب رئيس الاتحاد طبعا وقع عرضت الفكرة وبيبتدي تقيم الفكرة تقيم التجربة بعد البطولة انتباع مجلس ادارة الاتحاد العربي للجهود انتباع الزوار الوفود المشاركة كان الانتباعي اكيد حدا كنت وسطه مسمحة اول ما البطولة بتدت تخش في اليوم التالت والنجاح بتدى يزهر والتغطية الاعلامية في الوطن العربي كله والوفود بتدت تشيد في كل الاماكن كانت طلب المنطقي ان احنا عايزين نسبت معاد البطولة دي في نفس المكان كل سنة الموافقة في نفس اليوم طلعت ان احنا بطولة العالمين في نفس التوقيت كل سنة بنفس المراحل العمرية في مدينة العالمين هذا خبر جديد طبع يعني يعني الحمد لله بعد نجاح بطولة العالمين للجهود طبع النهاردة احنا الاتحاد العربي طلب او يعني 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 يخدوا زي قرار يعني انه يبقى او توصية انه تبقى البطولة كل سنة في نفس المعهد عشان ييجي يبقى منها رياضة او منها الناس تستمتع بوجودهم في مدينة يعني تبقى قبلة السياحة في المنطقة طبعا هذا قرار مكتب تنفيذي لان احنا كان عندنا قرار مكتب كان عندنا مكتب تنفيذي على همش البطولة فاحنا لما البطولة النجاح ظهر والانبهار اللي ظهر فخلاص هو بقى مطلب الوفود كلها فخلاص احنا كنا ما قدامناش حل غير ان احنا نوافق ونقر ان احنا لازم البطولة في كل سنة تبقى موجودة في مدينة العالمين في نفس التوقيت فالبطولة دي هتبقى ان شاء الله نشوفها السنة جاية بإذن الله بإذن الله خلاص اسمح لي بقى ان شاء الله لازم اخضر ده شرف لين ده شرف لين ان شاء الله تعالى مخصوص ان شاء الله اليوم الختامي ده شرف لين لان ده حاجة سعيدني وخلينا اقول حاجة برضو ان كلام حاجة ده سعيدني جدا ليه ممكن نتكلم كلام مرسل يعني آسف يعني يعني يقولك ايه يقولك لا ده بطولة نجحت وتمام لا احنا عندنا دليل طبعا دليلنا ان اتحاد العربي مكتب التنفيذي خد قرار ان البطولة نجحت لا ده مش كده بس ده احنا هنثبتها السنوات القادمة في مصر في مدينة العالمين وهنيجي كل سنة نستمتع بالاجواء دي طيب احنا نروح للبطولة اللي جاية او بطولة افريقيا ان شاء الله عنده حاضرتك في ابريل العام القادم وده هتبقى اخر محطة للتأهل للونبيات انا عندي سؤالين هنا ازاي خدنا تنظيمها ده رقم واحد رقم اثنين هل نستطيع ان احنا قبل ما نوصل بطولة افريقيا دي نكون ضمننا تأهل مجموعة بصرف النزع نتائج البطولة ولا نتائج البطولة دي تهمنا تفضل يا كبت موضوع بطولة افريقيا هي من اهم البطولات هي مش البطولة الوحيدة المؤهلة للأولمبيات هي من اهم البطولات المؤهلة للأولمبيات لان خلاص احنا التأهيل عندنا في الجودو مش زي الالعاب تاني انها التأهيل انت بتاخد قول افريقيا فانت بتتأهل ديريكت على الأولمبيات لا احنا عندنا بتفضل تجمع نقاط لغاية شهر 6 التأهيل بيقفل بياخدوا اول 17 في الرانكينج هما دول اللي بتأهله فاحنا بالنسبة بطولة افريقيا مهمة مهمة جدا جدا عدد نقاط أرب 700 نقطة 700 نقطة كبيرة احنا من قبل بطولة افريقيا اللي فاتت في المغرب كان الترتيب بتاعنا بعيد جدا بعد ما خدنا 700 نقطة الناس اللي تأهله اللي اتنين بقوا مؤهلين وفي واحد تاني بقيله نقطة قليلة ان هو يخش معهم في التأهيل فبطولة افريقيا مهمة مهمة جدا من اهم البطولات المؤهلة بس يمشي البطولة الوحيدة المؤهلة دي الاخر محطة محطة مهمة جدا لان خلاص اللي هياخد 700 نقطة في توقيت زي دا خلاص محدش يعرف محدش عارف يجيبه لكن احنا عندنا محطات كبيرة من هنا احنا دلوقتي بنحاول نحسن التصنيف عشان خاطر يبقى بطولة افريقيا مكملة للتأهيل طب مين بنفسنا بالدول يعني احداك أنا عارف طبعا كل ميزان بيختلف الموضوع ولكن من اللي بنفسنا وشايفه قريب ودايما بيخش يزحمنا في المقاعد طبعا شمال افريقيا احنا المنافسة دايما بنا بمصر تونس جزائر مغرب السنغال دخلت برضه دلوقتي الموضوع ما بقاش تونس ومغرب وجزائر وتونس بس ان السنغال دخل بقوة انجولا دخل لان الناس دي ده انجولا على طول التمرين في برتغال في فرنسا ما بحدش بيتمرن في بلده دلوقتي افريقيا كلها اغلبيتهم بتمرنوا في البرتغال وفي فرنسا مع اسقرات دائمة على طول اهناك فالموضوع المنافسة بقوة جدا وده يبان في ترتيب الجدول بتاع البطولة افريقيا الكبار احنا لو صوفنا الترتيب احنا تلاتة الجزائر تلاتة المغرب اتنين تونس اتنين السنغال اتنين مدغاشكر مداليا غينيا بيساو مداليتين فالموضوع لا الموضوع ده دليل ان البطولة كانت صعبة جدا بالزبط فاحنا المنافسة كانت عالية جدا فاحنا اغلبية المنافسة عامة كانت الاول كانت شمال افريقيا والغير ما زالت الجزائر تونس مغرب هي المنافسة دخل العناصر الجديدة انجولا والسنغال بقت المنافسة قوية جدا فاحنا نرجع لموضوع التأهل احنا عندنا مجموعة بطولات احنا بنلعب فيها احنا بنحاول ان شاء الله نوصل لغاية بطولة افريقيا في مصر ان احنا نكون دخلين بنلعب البطولة مستريحين عندنا قوام للمنتخب احنا بنعتمد عليه اساسي وكلنا ثقة فيهم شغالين على جميع المراحل العمرية بس احنا الهدف الاساسي بتاعنا دلوقتي ان احنا نقهل اكبر عدد من اللاعبين ان شاء الله نلعب بطولة افريقيا في مصر هنا لان دي بطولة مهمة جدا وخبر برضو لحضرتك حصري يعني ان احنا هيكون على هامش البطولة عندنا امتحان قري ودولي للحكام يعني انت شغال كمان في عنصر اتفقنا اتفقنا واحنا موجودين في المغرب كان في عندنا امتحان دولي للحكام فاحنا صفرنا حكمين من القارين اللي هما مؤهلين يبقوا دوليين صفرناهم المغرب راحوا وامتحنوا وابقى اصبحوا حكمين دوليين دلوقتي من احسن الحكام اللي كانوا بيحكموا في البطولة السنة الجاية احنا لازم نستغن البطولة على ارضنا والتكلفة مش عالية بيمتهن في بلدي فانا هاهل كل الحكام اللي جاء عليهم الدور انهم يبقوا قرر وكل الحكام اللي هما يصلحوا ان جاء عليهم الدور نبقوا دولي هندخلهم الامتحان منتظر كم واحد يخش الامتحان القرر كتير القرر كل اللي موجودين في مصر اللي هيخشوا والدولة اللي احنا لنا في كل بطولة واحد فاحنا ممكن ناخد استثناء ندخل اتنين او تلاتة ان شاء الله كده مع الاتنين السابقين يبقوا انت ممكن توصل اربعة وخمسة دولين وعندنا واحد السنة اللي فاتت دخلنا في بطولة الجزائر فالحمد الله يعني أفهم لحدك ان انت حدك شغال على كونه عناصر اللعبة لازم التحكيم اللاعبين المدربين وطبعا يعني ان شاء الله الفكرة التانية يكون معنا اتنين من المدربين الكبار طبعا اللي تولوا تقديم المنتخب يعني أصدر من حدك ان حدك ماشي في كل الاتجاهات عشان عناصر اللعبة كل اللعبة اللعبة مش طقب بلعيب ولا طقب بمدرب ايه منظومة اداريا وفنية لو انا عندي لعيبة كويسين وعنديش مدربين وعنديش حكام المنظومة مش هتستوي لكن احنا لازم نشتغل على كل عناصر اللعبة من اول اللعيب النشأ وهو صغير لغاية الحكم اللي هو بيقف بيحكم وممكن يخصى لعب او يكسب لعب طب كابتل مهم جدا يعني قبل طبعا ما كلامنا ياخدنا طب كل اتحاد بيصطدم بالتمويل ده وقت طبيعي جدا انا حددك كنت عضو مجلس درس ومجلس الاتحاد حددك بتحط خطة فنية عايز معاشقات هنا عايز لعيبة هنا بتحط الخطة الفنية طبعا مع كابتل رشوان بتتقدم بيها المجلس درس بتاخد بيها قرار بترفعها لوزارة الشباب الرياضة ولجنة المقبيرة المصرية لاعتمادها وتوفير الدعم اللازم النهار ده عندك مشكلة في الدعم يعني الحمد لله احنا الدولة مش بتتاخر عندنا اي حاجة ووزارة الشباب والرياضة معالي الدكتور أشرف صبح صراحة حاجة محترمة جدا جدا لما بنقف في اي حاجة او بنحتاج اي حاجة بنلجأ له هو ما بتاخرش عننا في اي حاجة فاحنا لغاية دلوقتي الحمد لله الدعم اللي احنا بنطلبه بيجينا في التوقتات المناسبة اللي احنا بنطلبه فيها ما عندناش مشكلة الحمد لله طالما ان احنا شغالين وبنحقق نتائج والمنظومة مستوية ومعندناش مشاكل وبتحقق الاهداف اللي انت عرضتها والمشروع بتاعك اللي عرضته في البداية احنا من اول مجينا عرضنا المشروع على الدكتور أشرف وهو الدولة امنت بالمشروع بتاعنا لو الدولة ما امنتش بالمشروع خلاص مش هتكمل صحيح لكن صحيح اقنالي لكن لان انت كنت جاي انت لازم انا عرضت المشروع بتاعي اننا الهدف الاساسي بتاعي احنا بنخطط لمداليا أونيبية فلوس أنجلوس هو ده الهدف الرئيسي لكن هنشتغل في الطريق ان احنا ان شاء الله في باريس ان احنا نقاهل اكبر عدد من اللاعبين هنعمل مداليات في بطولة عالم شباب وناشئين نحصل نتسايد افريقيا ونرجع الوضعينا الطبيعي في جميع المراحل العمرية فاحنا عرضنا الخطة فالدعم لا الحمد لله احنا مش ما بيتأخرش علينا حاجة والدعم ماشي كويس جدا يعني طب كابتن الاحتكاك يمكن كورة اليد هي اللي علمتنا قنا نكلم بكل امان ان الاحتكاك مهم جدا طبعا ما ينفعش اروح بطولات عالم بدون الاحتكاك طبعا ما ينفعش اروح بطولات قرية بدون الاحتكاك ولازم تكون الاحتكاك بقوة اللي هقبلها طبعا يعني فرضا ان شاء الله وإذن الله يعني خلاص احنا مش فرض دواقع دلوقتي عندنا مجموعة خلاص بقوة كوسين او خلاص تقريمة اهله لباريس عشرين اربعة وعشرين خطة الاحتكاك اليوم هل ما حتطلهم خطة بالاحتكاك في بطولات كتيرة عالمية ولا هتكتفي بالاحتكاك في البطولات الرسمية يعني هتطلهم خطة ازاي احنا عندنا الجود وعندنا لعبة زي ما قلت حركة صعبة جدا بتعتمد في الاساس هتطلق الكالندر بتاع الاتحاد الدولي هو فيه بطولة او بطولتين كل شهر وفيه معسكر دولي او معسكرين موجودين في كل العالم العالم كله بيلتقي في المعسكرات دي الناس كلها بتلعب مع بعض فانت حرك الناس اللي هتلعبهم في البطولة هتحتك معهم في المعسكرات الدولية فاحنا بدون المعسكرات الدولية مش هتقدر توصل الى هدف فاحنا في الخطة تاعتنا احنا عندنا بانشارك في جميع المعسكرات الدولية احنا عندنا مسافرين واحد عشرة المنتخب الكبير مسافر لسولفاكيا عندنا معسكر دولي هناك المنتخب مشارك فيه لان بنستعدي لبطول الجراند اسلام في بوزابي عندنا المنتخب الشباب مسافر البرتغال بطولة العالم بطولة العالم في البرتغال في عنصرين اساسيين يسري وراملي موجودين هيخلصوا هيحضروا الجراند اسلام بتاعته بوزابي عندنا خطة من هنا لغاية شهر يعني احنا حطيني النقطة الرئيسية بتاعتنا دلوقتي لازم نحط النقطة الرئيسية احنا شغلنا عليه بطولة افراقيا في مصر لما عدنا مع الجهاز وكلمنا مع كابتل رشوان ان احنا نحط النقطة الرئيسية بتاعتنا بطولة افراقيا في بعد افراقيا خلاص هيكون الموضوع فاحنا عندنا معسكر في سولفاكيا عندنا جراند اسلام في بوزابي عندنا بطولة في بيرس في استراليا عندنا معسكر في اليابان عشان في جراند اسلام بتاعت توكي فاحنا بنعسكر في جامع التنري اللي احنا ماضيين معها قبل الجراند اسلام بتاع توكيو بنعسكر حوالي 20 يوم وبعد كده بنلعب جراند اسلام توكيو وبنبدأ السنة الجديدة ان احنا بقى عندنا اول حاجة معسكر في النمسا وبعد كده بطولة جراند بريف في البرتغال وبعد كده جراند اسلام في باريس وعندنا بعد كده في انطاليا وبعد كده بطولة افرقيا في مصر يعني هنعايز اقول لحدك انه يعني أنا سعيد جدا يعني أنا أمانة في الحوار حاولت أجيبك مين أجيبك شبال عايز ألاقي يعني صغرة خشة يعني أزنوك منها بصراحة في الحوار ولكن ما شاء الله أنت مخطط لكل شيء يا كابتن مرتب كل حاجة عارف أنت عايز تعمل إيه ومش بس كده لأ ده أنت حتى حاطت في اعتبارك تفاصيل التفاصيل ولكن ده برضه يعني أكيد في الآخر بيكون ليك بالان أنت قلت عليها اللي أنت باصص للوس أنجلوس وده الطبيعي يعني أنت جيت يعني الاتحاد كان فيه فجوة كبيرة جدا في الاتحاد فأنت باص على الوس أنجلوس ولكن استطعنا نحقق مداليا إن شاء الله إن شاء الله في باريس عشرين وعشرين مش هنتأخر إن شاء الله وبدأنا طيب فيه دور إنساني للاتحاد أنت برضه بتقوم بيه بشكل كبير وعندنا صورة كده هنعرضها لحضرتك وبرضه قولينا رأيك إيه فلنعرض الصورة كده يا جماعة أول صورة دي صورة في أحد المشتشفيات طبعا اللي بتعالج الأمراض المزمنة يعني الزيارة دي كانت إيه ويقولها لي برضو إحنا رحنا زولنا مستشفى 57 قبل بطولة أفريقيا شباب وناشئين أصلا إحنا اتكلمنا على الدور اللي إحنا بنعمله اللي إحنا نقدر علينا إحنا بنخطط وبنستعد وبنتمرن بس في أهم حاجة في الموضوع هو توفيق ربنا يعني إحنا ممكن أنت تحرك وإنت ممكن تعمل عليك وتلعب أحسن وتكون في يومك ولا حاجة بس أنت ما معكش توفيق ربنا فتروح تخسر فإحنا توفيق ربنا ده ده أهم حاجة في الموضوع طب الصورة دي حكي لك قصتها إيه كابت المرزوع ده الولد ده أنا بحبه جدا ده بيلعب بطولة وخدمة ديليا دهب وهو العيب جامد جدا 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 أنا مرتبط جدا بالأعمار اللي هي الصغيرين وأنا صاحبهم وكلهم في أي بطولة لازم يجولي ولازم بعد ما يكسب لازم أتصور معهم كلهم فالولد ده حاجة ربنا يكرمه حاجة محترمة ولعيب هيبقى لعيب كبير جدا إن شاء الله يعني أنا بجد بحييك يا كابتن وبحيي يعني فكرك وأنا كنت سعي جدا جدا باللقاء المهر دم حضرتك ونتمنى لك التوفيق وفي ظهرك وهندعمك وإن شاء الله هنحتفل كلنا يا رب يا رب بمديليا حتى لو مجدش مديليا ببريس عشرين وعشرين إن شاء الله تيجي اكتهدت بس إن شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله كابتن مرزوع علي رئيس الاتحاد المصر للجهود ونائب رئيس الاتحاد العربي بشكرك لنورتين وشاعتين بجد شكرا لحضرتك جدا 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 يعني من أحسن اللقاءات اللي أنا عملتها في حياتي إن أنا بتكلم بأريحية وبتكلم بقول كل اللي عندي والحوار ممتع بجد بشكرك وبشكر دعمك وإنت من أول يوم من الناس اللي أمنت بينا وأمنت بالفكرة وإن شاء الله بإذن الله إحنا لسه محملناش حاجة إحنا لسه عندنا كتير إن شاء الله ربنا يكون معنا توفيق ربنا وإن شاء الله نوصل إلى اللي إحنا عايزينه بإذن الله إن شاء الله يا كابتن ونورتين وشرفتين شكرا لحضرتك عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيوفي هنكمل طبعا مع كابتن محمد علي وكابتن حاتم عبدالآخر اتنين مدربين من المدربين الكبار لمنتخب مصر أتكلم معهم بقى فنية أكتر شوية عن أعداد المنتخب ولكن بعد الفاصل أهلا بحضرتكم من جديد ومكملين طبعا حلقتنا عن الجهود المصري والنجاح الكبير اللي بحقق الفترة اللي فاتت في البداية طبعا برحب باثنين مدربين أو برحب باثنين مدربين كبار جدا وكانوا لعيبة أيضا كبار في منتخبات مصر ولكن بدأوا رحي تتذيب على المنتخبات من سنتين تقريبا أو تلاتة برحب في البداية بكابتل حاتم عبدالآخر أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك مناورنا يعني والكتاريخ كبير كلاعب وأيضا النهار ببتبني تاريخ كمدرب مناورنا في شكرة شكرا ديك شكرا مكدما طبعا برحب بكابتل محمد علي أحد طبعا نجوم الكبار في الجهود وأيضا دلوقتي ببني تاريخه بقى في التدريب كابتل محمد مناورنا أهلا بحضرتك كابتل محمد يمكن في البداية كان طبعاً قرار أن أنت تخش التدريب من حوالي سنتين مع قدوم الاتحاد الجديد بالأسل طبعاً كابتل مرزول كلمني عن الفترة دي وإزاي تعرض عليك وفقت ليه يعني كلمني عن البداية عشان نبتدي نخش بقى في المشوار في السنتين ده تالي فاته طبعاً كانت فترة صعبة جداً أن أنا من لاعب لمدرب طبعاً كان قرار صعب بس كان في حاجة صغيرة بس حولها في البداية أن كنت أنا وحيتم دايماً مع بعض وانتو العيبة وإحنا العيبة دايماً قاعدين في قوضة واحدة ودايماً تمرين واحد بس انتو ميزانين مختلفين واحد تمانين وتسعين كيلو جرام فترة دايماً مع بعض حتى وإحنا في مرة كده من المرات حاتم جالي قال لي يا محمد إحنا إن شاء الله ودخلنا المرة إحنا هنمسك المنتخب سوا لا والله بجد كده قال لي إحنا لسه بتلعبه وإحنا لسه بنلعب قال لي إحنا هنمسك والمرة نسوا قلت له حاتم ما بلاش الكلام ده ومش وقته ومش عارف إيه قال لي لا لا أنا بقول لك إحنا إن شاء الله هنمسك المنتخب سوا سنة كم فاكر الكلام ده؟ 2019 أنا فاكر الكلام ده حيب جد والله كنا كنا في فرنسا كمان وقتها كنا في معسكر وخارجين من جراند سلام وبعدين قعدنا نتكلم بقى يعني أنا دايماً أنا هو كن دايما بنقعد نتكلم في البطولات وفي الخطط بتاعتنا وفي أهدافنا هو حياتي من أخويك كبير يعني فاكرنا بنقعد نتكلم دايماً في الكلام ده بسيطة فارق السن مش كبير؟ لا مش كبير قوي لا مش كبير أههه مش كبير بسيطة أهه مش كبير ربقسين ده يعني ولا حاجة مش كبير أهه فا في مرة بعد بعد آه بعد أولمبياد توكيو لقيت آه حياتم بيكلمني طب ايه الأخبار انت عندك استعداد؟ قلت له ماكيش مشكلة. طبعا بعد منها لقيت كابتن مرزوق بيكلمني طبعا أنت لازم تبقى موجود معنا في الجهاز وطبعا كابتن مرزوق أخ كبير. يعني هو مش بيعاملنا كرئيس الاتحاد ومدربين. لا لا أبدا أبدا. واضح. أنت أخواتي الصغيرين فأنا لازم تبقوا موجودين معي. وفعلا أخدنا القرار طبعا إدانا كل الثقة وكل الدعم. وقال لنا طبعا هيبقى رئيس الجهاز الكابتن كبير الكابتن راشون. والد لنا كلنا طبعا. وجاء المدرب الأجنبي بس هو ما طولش. وقال شهرين أو شيء. وإحنا طولته المسؤولة يبقى. آآ دهنا ثقة كاملة بصراحة يعني. ويمكن برضه إيه اللي بقى يعني إيه اللي خلكت تقوله كده. يعني إيه اللي خلكت تقول محمد إحنا هزمرة المنتخب مع بعض. الفجأة السواء دي أكيد في أهلها شواهد. إحنا عشاكين للجودو من وإحنا زغيرين. وبنشتغل بإخلاص جدا من وإحنا لعيبة. وبنتمرن بإخلاص وحابين اللعبة قوي. وعمرنا كله قدنا في الجودو. فهي التطور طبيعي أن أنت بعد العمر ده. يعني إحنا عدنا 17 سنة ماسك وزني في مصر. ماسك يعني متصدر للترتيب. يعني الحمد لله وبرضو محمد برضو سنين طويلة وبطل كبير. فيعني عملنا حاج بخبرات يعني كويس. أنا من الناس اللي بؤمن أن أنت العمل عمل جماعي. وإيد وحدها مش ما تسقفش. فلما يكون الناس اللي بتبقى شغالة مع بعض. كلها مخلصة. وكلها بتشتغل بنية طيبة ونية صافية. بيتزق بعض. وبتساند بعض. وربنا بيكرم. وربنا بيكرم بجد. يعني في الآخر كله كرم من عند ربنا. فلما يبقى كلنا بنفس النية وبنفس الروح. وقلبك على بعض. بتقوموا بعض. يعني كابتن مرزوق وكابتن محمد وطبعا كابتن رشواني. يعني أبونا كلنا. لما كلنا بتدينا وبتدينا الشغل كلنا مع بعض. كان هدفنا واحد ومصلحة واحدة. وحب للعبة اللي احنا كلنا بنعشاقها. وبنخدم بلدنا من خلالها. كان هو يعني هو ده الحافز لينا. والدرايف لينا. والحمد لله ده ودكم في حتة كويسة. ولسه. ولسه الروح اللي أنا شعيفها دي. هتودي الاتحاد. وهتودي المنتخب. أو المنتخبات كلها في حتة تانية. بس خلينا أقولك وانت العيب. انت بقى في حتة يعني السن اللي أنا. بحب يعني أعمل بحورات اللي هو. بيبقى لسه منتقل من اللعب. من اللعب. للتدريب. فبيبقى شايف اللي اتنين حلو قوي. وانت في المنتخب. بطرد عليك بتلعب لدولة تانية. أو باسم دولة تانية. ده ده زمان قوي. بس يعني. مش 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 حاجة. جدية جاملة. طيب. كل الحاجات اللي احنا. عانيتوا منها. اللي عانينا منها. تلقوها بقى. اه. ونحاول ان خلي اللعيبة تبعد عن الكلام ده. وتركز في التدريب بس. واننا احنا كلنا مع بعض. نواجه احنا الصعوبات من وراء اللعيبة. ان هما ميحسوش بالكلام. اللي انا عانيت منه. مش هخلي لعيب تتعاني منه. نحاسين بيهم. وكاتحاد وكالمدربين. انت حاسب بيهم. عشان جادة بقولك السن ده. بالزبط. بتبقى حاسس. بالزبط. بيه. يعني انت لسه سايب الملعب. بالزبط. فالحاجات دي نحاول كلنا مع بعض. يعني نخليها نتلاشاة. أو نخلي الولاد ميحسوش بيها. طيب. انتو النهاردة المنتخب اشتغلته. وجمعتوا عدد من اللعيبة. وبدأتوا تشتغلوا حتى على الأعمار السنية الصغيرة. ومش الكبار بس. يعني. بدأتوا تنتقوا اللعبين. بدأتوا تشوف البطولات. ما هون لازم تعمل اسكان وتمسح وتشوف الدنيا فيها ايه. بدأتوا من اول ما بدأتوا. بدأتوا ازاي بدأتوا تتحركوا ازاي عملتوا اشتغلتوا ازاي. احنا عادنا مع بعض الاول قاعدة. بنشوف التحديات اللي عندنا. كانت تحديات كبيرة قوي. ممتاز. وكلنا شايفين التحدي اللي احنا هنواجهه. وكلنا ابننا التحدي ده. قاعدنا كابتن مرزوق وكابتن محمد وكابتن رشوان. الوضع الحالي ايه؟ وضع المنتخب. ان انت دلوقتي عندك جزء كبير قوي من اللعيبة. اللي كان بقالها كتير مسكة. مزانها. تمانين في المئة منهم بطلوا. كان منهم انا وكابتن محمد. وعندك من باقي جزء صغير جدا. والباقي لسه مفيش رؤية واضحة بالمنتخب. كانت الحاجة التحدي الأكبر. ان احنا هنواجه سنتين على الأقل. اقبال ما يبقى فيه رؤية للعيبة. وبقى فيه رؤية للمنتخب. صحيح. السنتين دول احنا كنا عارفين ان احنا هنواجه ضغوطات. هنواجه ناس مش ملمة ممكن بالوضع. فيحصل اهتزاز نتائج. يحصل لهم عليكم. فانتوا كنتوا عايزين تبنوا. وفي الوقت اللي نفسه تكسبه. وده كانت صعبة. ده كانت تحدي. ده اكبر تحدي. قابلتوه. اكبر تحدي قابلناه. لان ما فيش رؤية واضحة. يعني هنبدأ بينين. او 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 او. وهياخد وقت قديش. قولنا ده. مش عارف انا هبتدي مين. ممكن ابتدي من درجة تانية. ممكن ابتدي من صفر. فانتوا كنتوا ليس سبادئين. مش عارفية هتدومني. بس قابلتوا التحدي. قابلنا التحدي. وكلنا بنفس ال. كلنا على نفس المنهج. وعلى نفس الرؤية. وعلى نفس اللغة. نعم. فهي دي اللي ساعدت. لان انت ممكن يبقى حد مش معاك في نفس اللغة. او في نفس الرؤية. كله بيكلم تون واحد. كله تون واحد. اتفقنا كلنا ان احنا مش هنبص لأي كلام. مش هنبص لأي حاجة ورانا. احنا هنشتغل بالاخلاص. زي ما بنشتغل دايما. وهنمشي باخلاص. وربنا هيوفق ان شاء الله وهنعمل. فابتدينا. طبعا قلنا كابتن مرزوق. واحنا عادنا اول حاجة ايه. ان احنا النشاط المحلي. اللي هنفرز منه. نعم. العناصر اللي هنبتدي نوضح منها الرؤية. او نبتدي نبدأ من خلالها. طبعا. النشاط المحلي بدأ في تحت سبعتاشر وتحت عشرين والرجال. واخدنا العناصر المميزة. المميزة. المميزة منهم. بس برضو هرجع اولي حاجة. احنا لعبتنا اه عناصر مميزة. بس لازم تكتسب حجم خبرات كبير جدا. طبعا. خبرة اهم كمان. الخبرة ده انت ممكن تبقى فنيا مش عالي. بس عندك خبرات تقدر تفوز. تخلص المطش في ثانية. دهاء ملعب. دهاء ملعب. يعني خلينا اقول كده انت ممكن تبقى فنيا لدك اقع اعلى منك. بس انت بتنتهز الفرصة بتروح خبرة دي بتجي من خبرة. بالضبط. فطبع الموضوع ده بدأت وتشتغلوا عليه. جبتوا معهرات كويسة بس عزير خبرة. بالضبط. والخبرة دي بتجي من بطولات ومعسكرات. نشاط المحلي كان واقفョ بقى له حوالي ثانة او اكتر. والنشاط التدريب ت épisode. ف そう ‫ممسك؟ اه اكتر من ثانة كمان. بسunuz اكتر من ثانة. اه لا سبب. تبقى ... يعني قبل حوالك elder تعالى ودخلت كورونا. وبعدة كورونا طبعا منصة انتخبت في الدنيا. يعني النشاط كان واقف سنة اكتر من ثانة كمان. اللعيبة حتى الكبيرة يعني العشرين في المية او الخمسة وعشرين في المية اللي كانوا موجودين لسه من الباقيين من المنتجة كان بقال لهم سنة ما تمرنوش يعني أعتبر بطل اه بقالوا بزبط سنة دي انت ملعبتش يعني أعتبر بطلت وانت كبير في السن وانت صغير عادي نما انت كبير السنة دي يعني انت خلاص يعني أوتوفيت خلاص طيب انتو اشتغلتوا على ده محمد وبدأتوا اشتغلوا عليه وبدأتوا تجمعوا وبدأتوا تعملوا سكان وتحضروا البطلات والمنافسات العمار السنية اللي انتو اشتغلتوا عليها يعني كلمني عن العمار السنية وكام لائب انتقطوه مثلا اللي انت فاكره طبعا يعني طبعا أكيد اشتغلنا على الناشئين تحت سبعت وشر سنة والشباب تحت عشرين سنة وطبعا جنب الفريق كبير لأن احنا عندنا الفريق درجة قولة الوقتي فيه عناصر من الشباب كابت مرزوء لكن نفس الكلام من اهم العناصر الفريق الكبير طبعا ولسه قدامهم سنة كمان ولسه قدامهم كمان مرحلة تانية في الشباب الولاد الناشئين بقوا بيدخلوا مع الشباب المراحل اكبر منهم فابتدى الفريق الشباب بقى فيه مكس بين الناشئين والشباب والشباب بقى بيطلع الكبار فابتدى الفريق عندنا بقى فيه انسجام الاعمار كلها متقربة والاهداف بتاعت اللعيبة وبتاعت الجهاز الفني ورئيس الاتحاد كلها واحدة كلنا احنا ماشيين في اتجاه واحد احنا هدفنا ان احنا بنعد جيل جديد وان احنا بنستعد التأهيل لالأولمبيات باريس طب سؤال وبكل امانة كان عندنا بطولات افريقيا السنة اللي فاتت وكان عندنا بطولات افريقيا السنة انتوا توقعتوا بامانة يوم ما كنا داخلين نخوض بمنافسات البطولات دي او الكلام ده كنتوا متوقعين ان احنا هناخد بطولة افريقيا بالشكل ده او نفوس كده او ان يبقى منظرنا بالشكل ده بامانة يعني لو قلتيني لا اما دي حقيقة لو قلتيني اه هتقى هسدقك لا هي مش لا او مش اه لان احنا يعني ترتيب ربنا جمعنا سبحان الله يعني حصلت حاجة في اخر يوم في البطولة ان احنا ناخد السنة دي في بطولة افريقيا درجة اولى ان احنا ناخد ترتيب عام اول اه بفريق الولاد في البطولات فكنا بعيد شوية وقابلنا صدمات كتير زي مكاب تنحيات مقل واجهتنا عقبات كتير بس اللي خلينا ان احنا نرجع تاني اونتراك ان احنا برضو قعدنا قاعدة تانية الجماعة احنا مش هركز مع اي حاجة بتحصل برا احنا مركزين بس مع الهدف بتاعنا واحنا كلنا في طريق واحد بدأنا كلنا فعلا ان احنا من ركز مع اي حاجة مركزين بس في التمرين في شغلنا ان احنا نرفع عالم مصر في كل البطولات اللي حنشاركها ونرجع مصر تاني للمكانة بتاعتها يعني انت قصدك احنا اشتغلنا الظروف خدمتنا اه بس مش معنى ان خدمتنا ان احنا لا احنا اشتغلنا ودايما بقول حاجة التوفيق وفي النادي الاهل احنا دايما ده مبدأنا التوفيق بيروح لمن يستحق دايما بتلاقي انت اشتغل تستنى التوفيق من عند ربنا وده اللي حصل معاكم في البطولات طيب خلينا نتكلم يعني انت اكيد بتروح مع المنتخبات مع اسكرات برضو اكيد وشفت اكبتل حاتم برضو المستويات العالمية يعني شايف ان احنا ممكن نوصل لده احنا عندنا العابين يعني في مراحلهم السنية دلوقتي في مستوى انا اقدر اقول ان هو مستوى عالمي جدا في مرحلة الناشئين ومرحلة الشباب ومرحلة دجال ويعني عندنا دلوقتي في مرحلة الناشئين عندنا عمار عندنا ياسين صبرة مستوى عالمي الاتنين مستوى عالمي جدا اعلامي يعني بنتكلم اعلاميش بالصوت افريقية بقى انا من سابع عالم. يعني ياسين صابرة السنة دي حصل على امركا السابع. هو ده اللي بقول لبقى ايضا لحاجة اسمعه. افريقيا. عندنا فريق الشباب. وفي بطوط اعلام جالي في البرتغال هيتمان بقى يعني مستوانا الاعلامي ان شاء الله. عندنا برضو فريق الشباب دلوقتي الله اكبر عليه يعني ثلاثة دلوقتي برضو مع عمار برضو عمر راملي عمر راملي جايب اول افريقيا رجال السنة دي واول افريقيا شباب وهو ما شاء الله لسه 19 سنة ولسه عنده سنة كمان شباب. وهو مصنف رقم اثنين على العالم في الشباب دلوقتي. نعم. في السنة دي بقى مصنف رقم اثنين على العالم. حاجة كويسة جدا. انا ليه بقى عايز اقول ده؟ لان احنا اتكلمنا عن افريقيا. ممكن السادة المشاهدين حد يكون مش متابع جهوده او مش عارف. هيقولك طب ما افريقيا عادي ما احنا خدنا افريقيا. النهاردة تتكلم عن المستوى العالم عندنا تاني عالم عندنا سبع عالم. ايه. احنا رايحين. ايه. احنا احنا زي بقيت الحركة احنا دلوقتي احنا ابتدينا يعني لو تشوف المنتخب من سنة ونص وتشوف المنتخب النهاردة. يعني الحمد لله الرؤية بقت واضحة جدا. ودلوقتي عندنا ولاد في كل مرحلة سنية في مرحلة سبعتاشر سنة عندنا اتنين جوة المصنفين جوة التمانية على العالم عندنا دلوقتي. الكلام ده كانش موجود ولا واحد كان مصنف اصلا. انا كده واسألك السؤال ده. اه. يعني اتلك تصادر ايه ازا ما بيقوله بالكلام ده. اه. ان انا بس مش افريقيا ان بتكلم. انا اللي بتكلم فانيا انا بتكلم على مستوى العالم. ودخلين وقفين على ارض صلبة بلعبة صغيرة عمر سنية صغيرة. في مراحلهم السنية. برابا. المراحل العمرية برضو في المرحلة الشباب برضو عندنا دلوقتي احنا سنة الفتب كانش عندنا حد مصنف ولا شباب ولا ناشئين. هو التصنيف اصلي. اذا كنت حدك بتقول لي كنا عد السنة مفيش نشاط. اه. اذا كان النصوات المحلي واقف. ايه. فاكيد ما عندناش تصنيف علامة. ايه. وصلنا دلوقتي ان عندنا طيب. اللعبة الشباب دول. اكيد هنحتاجهم يلعبوا مع الكبار. هم مرادية جابوا اولادية كبار. ممتاز جدا. يعني هل هنختبرهم. انا بتكلم فنيان بقى هنا. هل هنختبرهم. بطولات عالم الكبار ولا لسه شوية ما استوى. يعني هو. وقت نظرك الفني يعني. ولا محتاجين شوية وقت. هم محتاجين بس في مرحلتهم. هو طبعا هنشارك. لو مرادية يشاركه في افريقيا كبار. بالضبط. فطبعا على المرحلة الجاية. او على البطولة العالم الجاية الكبار. هيكون الولاد دول شكلو متغير تمام. بس. هو ده انا اللي عايز اسمع. ان احنا. ان احنا عايزين. ان احنا رايحين بهم على. يعني هم. يلازم يتقلق في سنه. عشان بعد 30 هيركب. انا عايز. احنا عندنا. احنا عندنا يسري سامي. من السنة اللي فاتت هو بيلعب افريقيا الشباب. والسنة اللي لعب افريقيا الشباب. Notaire. جايب اول في البوسنة السنة اللي فاتت. اول بوسنة European Cup. جايب اول. السنة دي في الكبار. despuésانا بتكلم في الكبار. وهو لسه شباب. السنة دي في الكبار. السنة اللي فاتت جايب ثلاث بحر أبيض. والسنة دي جايب في بولغرية في اليوروبيا البتورية المفتوحى. جايب تاني. فهو قريدي بتدا حتى رجله خلاص على الكبار. يعني خلاص الهوة. عشان ربنا توفيق ربنا. اه طبعا. النهاردة معاول تجربة ليه في الكبير. بيجيب مداليات. الحمد لله. هو ده توفيق ربنا بالنواية. تبقى سلكة وربنا بيبقى الناس شغالة للمصلحة ومعنداش هدف ولا انتخابات ولا بتاع. طبعا. تبقى الدنيا شغالة دي المصلحة. طبعا. انا اسعد الناس بالكلام ده على فكرة. طبعا. وانا اكتر واحد يعني ببقى سعيد لما بلاقي لعيبة وناس شغالة وعايزة توصى. عارف من الاتحاد اللي عامل زيكم كده. اتحاد السلاح. اتزع بنا من حسين رئيس الاتحاد. عمل نفس القصة. اول ما تولى المسئولية. جاب مجموعة من اللعيبة الشباب. يعني احنا بنتصدر تصديف العلابي في الناشئين في الشباب في السلاح. وخدنا في الامبيات اللي فاتت تقريبا. لو انا بتكلم غرص سابع. سابع في السلاح. او ده بقى اول مشاركة لينا كان في باريس. فكان توكيو. وروحنا واشتغل زمان انتو بتعملوا كده. نفس يعني كان ضيفي في حلقة من الحلقات. ونفس التون اللي بيتكلم بيها. نفس التون اللي حضراتكم بتتكلموا بيها. رايحين عايزين نوصل. عايزين عارف اللي بيتسحب. اللي بتسحب. عشان يركب الميزان. نحن اخد مداليا. ان شاء الله. انت على مستوى التدريب. انت خلاص بقى وانت لعيب كان حلمك تشيل مداليا. طبعا. النهاردة وانت مدرب حلمك ايه. انا حلمي طبعا ان احنا كذا حاجة. اول حاجة ان احنا يبقى مصر تاخد يبقى عندها قاعدة كبيرة او من الجودو. قاعدة كبيرة. قاعدة 17. قاعدة 20. قاعدة رجال. القاعدة تكبر. نسيب اثر للمنتخبات. بعد كده احنا ان الجودو تبقى ده من مصر دولة من دول العزمة في اللعبة. بزاكرة تيك كده مزاكرة تيك ابطالة عالم. زي في اليابان كده تلاقي ابطالة عالم تحت 17. ابطالة عالم تحت 20. ويبقى القاعدة هي خلاص. تبقى ثابتة ان هي قاعدة بتولد نفسها. يبقى. لما عايزة اقول لحناك حاجة. لما اللعيب واحد بس بيجيب بيجيب مداليا عالم في سنه. بتلاقي كل اللي جنبه. خلاص بقى بنشافوا بطولة العالم وشافوها ان هي ممكنة. وشافوا ان هي ممكنة. كسر الحاجز ده. بيبقى رايح كلهم بفكر في البطولة. طب انا اكسب. اللي انا بلعبه في التمرين وبتعدل معيه وبنشد. اخد مداليا. فبيبقى شافل شافل. فلو ان شاء الله ان شاء الله وكسرنا الحاجز دي وبتالينا خلاص الناس تبدأ تعلق في المداليا. وده اللي احنا ماشينا عليه وان شاء الله بمنهاجين احنا ماشينا عليها. ان شاء الله هنعمل القاعدة دي في خلال 3 او 4 سنين من النهار ده. دي اول حاجة. ان شاء الله. تاني حاجة طبعا وحلم اي مدرب او لاعب واتحاد وكله ان هو يشوف ابطال اولمبيين. طبعا طبعا. 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 يعني احنا في الولمبيات واقفين عندي خمس مديليات. اه. اربع مديليات. بناخدهم في كل دولة. وحل حركة على حاجة. عازك اكثر انا بقى ده. مصر تقدر اتبالك زي مصر بقوتها وبعظمتها تقدر تجيب اكتر من مديل. تقدر تجيب اكتر من عشر مديليات اكتر بالتقدر تدخل دمني الدول العظمة. حابب بنا. حابب بنا. انت بتقولون ده. لان احنا فعلا. انا مش بقول كلامه بس والله. بس انا فعلا بقول مروحيات. ان انا شفت. ان انا شفته. ان احنا دسنا في الكلام ده. وان احنا رجلنا تحطت في الحتة دي. ولعبنا مع ابطال اولمبيين. وشوفنا الولادة عندنا عاملين ازاي. وشوفنا القاعد عندنا عامل ازاي. لأ اقولك ده هتحقق ازاي كابتن? مش هتحقق بكرتة ولا هتحقق بكرت السل ولا هتحقق بكرت القدم كل الفرق دي بيجيب في الاخر مدالية. انما النهار ده انا ممكن بالجود اخش به. الجود ويقدر اربعتشر مدالية سبعة مدالية وتبع بنات. يعني اقدر اجيب ارب مدالية وتنوت ايه? الجود والمسارعة. وكل ده هو ده اللي حقق لنا مدالية. رأي كده كمت? اه طبعا طبعا. والقاعدة كبيرة جدا. نقدر نخبج منها. يعني فيه ولاد عندنا كتير جدا. بيدخلوا التمرين. انا هارجع برضو نقطة صغيرة بص حلو حركة. فضل. من سنة ما كانش ده شكل قوام المنتخب. النهار ده الدنيا اختلفت تماما. النهار ده بقى فيه قدامنا نور. شايفين خطوة واثنين وثلاثة. الولاد شكلهم اتغير. بقى الواحد بقى بقى في التمرين النهار ده وشايف الولاد بيتمرنوا. لا انا مبسوط. انا فرحان. الحمد لله. يعني خلينا اقول لك ان ده اللفسيا انت بتكلم بها دي دي بداية النجاح. ان شاء الله. يعني يعني عارف انت لما تحس. وانت حسيتها انت. مو انت انت بتقول سنة لابة ما تلعبتش. وقبلها كنت طبعة اربع سنين كانت الدنيا برضو مش احسن حال. فانت النهار ده شايف الدنيا تغيرت. فانت نفسيا خلاص عايز تدي. عايز تنتهز الفرصة. طيب. خلينا نقول كده مثلا نسكر سبعة تمن لعيبة. في الاعمار السنية المختلفة. يعني ولو هو ناسي حاجة يا كابتن حتى مفكر. عندنا في الفريق الكبير. اه كابتن محمد عبد الموجود. اه وزن ستة وستين كيلو. اه يسري سامي ستين كيلو. اه عندنا عمار ده برضو كادت وشباب وكوبار تلاتة وسبعين كيلو. عندنا عبد الرحمن محمد. وعندنا عبد الرحمن عبدالغني واحد وتمانين كيلو. عندنا عمر الرملي ده من الشباب في الكوبار. وعلي حازم في الكوبار. عندنا احمد فياض برونز برضو في الكوبار. عندنا. لأ عندنا. واحمد علي. واحمد علي. عندنا احمد علي واحمد علي. ستاخذين كيلو. اخوك اللي. لأ. اخويا برضو الصغير برضو. طبعا كل ما كنتك بس. طيب هل احنا على السيدات برضو باشي من نفس التراك برضو بنحاول نعمل برضو. يعني طبع البناء في السيدات بيكون اصعب شوية. يعني بياخد وقت. نتيجة عدم انتشار اللعبة بشكل نعبة عنيفة وبتبقى بنسبة للبنات بتبقى مش محببة فالقعدة بتبقى قلي شوية. بس لا احنا كمدربين واخدين خطوة في ده. هل بدقين في ده ولا لسا علينا شوية. لا لا لا. طبعا قريدي احنا اشتغلنا في البنات. حتى عندنا خمس عالم وسبع عالم في البنات. في الكادت. لا البنات اشتغلوا كتير. واول افريقيا ياخدين اول افريقيا. مين مثلا من البنات عندنا. عندنا سجدة وعندنا صفا وعندنا ايهاب وعندنا فاطمة وعندنا ندا فايز. لا عندنا عندنا البنات عندنا فريدة مجدي. لا فيه. عشان ناخد عشان ناخد الترتيب العام في افريقيا. بزبط. لازم يكون عندنا لعبات كمان كويسين مش لعبين بس. بزبط. فانا مبسوط ان انتو ماشيين في الاتجاهين يعني. احنا الحمد لله الموسم السنادي عاملين سبعة وتلاتين ماداليا متنوعة. ستاشر ماداليا دهب. وعشرة فضة واحداشر برونز. اقول لك بقى كم ماداليا قلت لها كابتين? ستة وتلاتين ماداليا. اه سبعة وتلاتين ماداليا في في افريقيا. الموسم ده بس. الله عجب. ستاشر دهب وعشرة فضة واحداشر برونز. ده من الكبار للغاية الناشئين ده. اه بالضبط. هاي دي اللي كنت تقول لحراك عليها القاعدة. القاعدة اللي بتحدي وتكبر وكل ما تكبر كل ما الهرم هيبقى بالزبط. والناشئين ده مسيروا هيبقى شباب وبعد كده هيطلع رجال. فلما ياخد على المكسب ان هو صغير. اه فهي دي الحمد لله. يعني اعداد الماديليات دي. اهو ده يعني حاجة. ده من ضمن اهدفكو كانت. بزبط. 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 مش واحد جايب من. بعدين اللي بيطلع بياخد معاه. لسه بيقول كابتين تلاتة تانين. مش بيطلع الواحده. بياخد معاه اتنين تانين. طيب اكبر اكبر اندية بيتمرز فيها الجود ومين. يعني برضو ممكن يكون السادة مش هني متفرجوا علينا عايز يخلي ابنه لعب جوده. ايه اكبر الاندية. ما نسونا في القاهرة وفي اسكندرية. لو ان في القاهرة ايه. مسا القاهرة اكبر الاندية بيتمرز فيها الجود. قاهرة حيتم احد. فين قولي احد. عندنا في ودي دي كله وفي الشمس وفي هناليد ونالي الجيش. كل الاندية دي بتلعب جوده. وبتخش منافسات يعني اللي عايز لعب جوده. اي الاندية دي ممكن يتواجه. يعني يعني في في ناظية ديلاغية. طب اسكندرية انت عارفة بحمد؟ انا الاندية المتميّلة. اه مرة في الملوّة دي. طبعا. اه المؤسسة أقول لك إن الجود واللي عايز يلعب جوده من دنيا بقت أسهل بالضبط هل لو كلمة في بحري في أندية مثلا أنت فاكرها في بحري أندية في الصعيد وقال لها تقريباً قاهرة وإسكنديات وفيه على فكرة محمد عبد الموجود من الصعيد برضو ابن الصعيد من ابن الصهاج فطبعاً بطل كابتن فريق كابتن فريق عليه فجاء من هناك عصب طبعاً بيبقى عصب يعنيه وعارف أنه راجع من إصابة صليب طبعاً بطل كبير وخد أفريقيا طبعاً جاب أول أفريقيا وجاب سبع عالمين جدا وصليبي صعب أول يعني سبع شهور من الصليبي وقدر يقوم نفسه ويعني إحنا حتى في السبع إحنا روحنا سبعتاشر يوم أسبانيا معسكر مغلق قبل بطول أفريقيا الولايات كلهم كانوا مركزين جداً وعبد الموجود كان لسه آي من الإصابة ويعني كان أتيتود مختلف فإن هو لازم يرجع بسرعة ولازم وكان مركز وماشاء الله عليه يعني جاب دخل بطول أفريقيا جاب أول أفريقيا باكتساح يعني طيب أسألكو كلاعيب أكبار وبقيتو مداربين الله أكبر كبار اتولادتو كبار في عالم التدريب ماشاء الله أهم مواصفات لعب الجودو إيه يعني أنا لو ابني أو بنتي خلي براك مش كل اللي بيشوفونا الناس بروفيشنال في أب و أم يعني مش ملاعبوش رياضة عايزين يعرفون مقاومات لعب الجودو و إنت تقول إلت اللاعب ده لأ ولد ده لا ألعب جودو خليه لا إيه؟ لعيب الجودو لازم يعندو صفات لعبة صعبة أنت لاعبة صعبة أوي نسب ح Key صحيح أنا بحب تفراغ أوه يعني هي لعبة بتحتاج حاجات كتير يعني بتحتاج جرية يعني في لعب بيها تخصصات الجدو يعني انت فيه مسلا لعب يقولك ايه لازم تجري مسافات طويلة بس وفي لعب تانية بتجري اسبرنتات بس في لعب بتجريش خالص يعني الغطس محتاج جري في ايه اه بالضبط فانت مثلا احنا في القوت تدريبين انت محتاج جري مسافات طويلة ومحتاج جري اسبرنتات خبيبة في الحديد محتاج تشيل اوزان تقيلة جدا ومحتاج تشيل عدات قليلة أو تعمل تمارين للنفس والحاجات دي بالحديد في الجودو أنت عندك بحر في الجودو غير أنت من نفسها مرهقة جدا فلعيب الجودو ده لازم يبقى عنده جلد جامد قوي أول حاجة جلد لازم يبقى عنده جلد جامد قوي أه أشوف أيام صعبة جدا أصلا كمان مرهقة من أنت الجودو اللعبة تجودوا لعبة مرهقة فمحتاجة واحد عنده جلد جامد جدا طب ده اللي ده نشوفه إزاي في الولد الزغير ولا بتتنمى دي بتتنمى فيه لازم تتربى فيه لازم تتربى فيه وهو صغير يعني لازم تتربى فيه من هو صغير وتتنمى فيه ولما يلعب جودو من هو صغير هيتعود على الكلام طب المقامات الشخصية كابتن حمد رأيك إيه يعني إيه من ولد صغير يعني إيه هقول لك الحاجة بيبقى فيه لعيب الكرة أو الولاد المصغرين لو جات له حاجة برحشاتها برجل يقول لك لا ده عايز لعب كور طب إيه اللي انت تشوف الجودو هل مثلا بيبقى مع أصحابه يبيبين للعب العنيف شوية ولا رأيك إيه ممكن تشوف من طفل أو من ولد صغير أو بنت صغيرة أبنها تلعب جودو يعني أنا يعني عندي رؤية في النقطة دي ممكن ناس تعريضي فيها تختلف معي فيها ولكن أنا بالنسبة للولاد الصغير هو خامة ممتازة جدا لأي لعبة رياضية مقدرش مقدرش كنت أصدقنا أنا ممكن أجيب خامة وعلمه الجودو أشكي أعلمه جودو أعلمه كل حاجة لكن أنا لو أجيبت أولا الصغير هو لسه ما عندوش أي خلفية عن أي حاجة يقول ده مثلا ما ينفعش نوية لعبة أو مقاومات جسمه في أولاد أنا ياما شفت الكلام ده من من وانا صغير لحد لحد دلوقتي ناس بتبقى مثلا ناس كلها بتجمع عليها أن هي لا تصلح وبتكسر الدنيا بكل مقاييس صحيح ما فيش قاعدة معينة للحطة بس طبعا بيبقى فيه بيبقى فيه لا ما لا مش هكذا مثلا حد جسمه قليل قوي فيه حاجة واضحة جدا أو طفل يعني مش ممكن يكون في السباحة أحسن بس بيقى فيه منموم انت بتشوفه بالضبط فيه حاجة واضحة جدا فيه طفل بيحبش العنف بيحبش حد يلمسه بيبقى خرم ده ما ينفعش مثلا مثلا لعبة نزالية ده الحاجة الوحيدة اللي أنا أقول مثلا ده ما ينفعش للجود هو ما بيحبش حبش أي عنفة أو أي احتكاك بلضبط لكن أنا كعى المستوى العام لا أنا بالنسبالي أي حد لا يلعب يلعب وخاصة الجودو الجودو بتنمي بتنمي جوه للطفل عناصر كتير جدا جدا صحيح كابتن محمد بشكرك كابتن محمد علي طبعا نكتب من مصر في الجود ومدرب منتخب مصر بشكرك نورتين وشرفتيني والحياة كنت سعيد جدا جدا بالحوار معاك شكرا جدا كابتن حاتم عبدالآخر طبعا مشكرك نورتين وشرفتيني وكالعادة مدرب يعني متقلق ولاعب متقلق دامس الخلق ربنا يوفقك نورتين وشرفتيني أنا سعيد بوجودي معاك النهاردة وربنا يخلي إن شاء الله تتكرر ونحتفل معاك وبالبطولات والإنجازات القادمة إن شاء الله أعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهاردة مع الجودو حبينا نوريكم حجم الجهد المبزول سواء من الاتحاد مدربين فنيين إن شاء الله عندهم يعني بطولات قادمة وعندهم كمان بطولات فاتة حاملوا فيها إنجازات نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله في ظهر كل الاتحادات وفي كل أبطال مصر إن شاء الله لغاية عشرين عشرين أربعة وعشرين ما الحق أكبر عدد من المدليات في باريس بإذن الله بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة من الأبطال